حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبراني عكريمة بن خالد عن أسيدي بن حضير الأنصاري ثم أحد بني حريثة أنه أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروانا كتب إليه أن معاوية كتب إليه أي مرجل سرق منه سرقة فهو أحق بها بالثمن حيث وجدها قال فكتب إلى مروانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا كان الذي ابتعها من الذي سرقها غير متهمين خوير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بالثمن وإن شاء اتبع سارقه قال وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال سألت عطاء فذكر مثله قال سمعت أنه يقال خذ ما لك حيث وجدته ولقد أخبرني عكريمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري الأنصاري ثم أحد بني حريثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة فذكر معناه حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا ابن جريج قال حدثني عكريمة بن خالد أن أسيد بن حضيري بن سماك حدثه قال كتب معاوية إلى مروانا ابن الحكامي إذا سرق الرجل فذكر الحديث